بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي طلاب التعليم الفن الصناعي تخصص بناء السفن في التعليم الفن الصناعي وفي معدل انشاءات البحرية النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض احد المساقط ازاي نتعلمها مع بعضنا في مادة الرسم الفني طب ده امتحان جاب لكم امتحان سابق لبلوم ثلاث سنوات نظام الثلاث سنين النظام الامتحان دايما بيجي بتكون من المنهج اللي انت بتاخده بتكون من ثلاث اسئلة تقريبا اللي هو بيبقى سؤال انشائي في الرسم الانشائي زي ما احنا شايفين مع بعض كده ده رسم انشائي وجدول بتاعها وبيبقى عندنا آآ رسم تخطيطي آآ ده سؤال في الرسم التخطيطي بتاعنا زي ما احنا شايفين ده اللي هنشتغل فيه النهاردة مع بعض والسؤال التالت بيبقى مرتبط بيه اللي هو الانفراضات بتاعة التسليس اللي انتم بتاخدها في اول المنهج التسليس والانفرضات بتاعت التسليس عشان خاطر نطلع الجبريات والكلام من ده بتاعت القطاعات المختلفة. طيب احنا هنشتغل مع بعض المسقط الرأس النهاردة. وان شاء الله عشان خاطر برضو باشي الفيديو طويل مع بعضينا كده. ده الجدول الادامي. الجدول بتاعي ده عشان اخد قلت انا قبل كده شارح في درس سابق قبل كده في فيديو سابق شارح ان انا المسقط عشان بقوا معارفين مع بعضينا زي ما انتم بتاخدوه كده وبتدرسو. ان المسقط الرأسي بناخده من الارتفاعات اللي موجودة في الجدول. سواء الارتفاعات دي بقى تواجدت هنا او تواجدت هنا من الارتفاعات. طيب اما المسقط اللي هو الافقي بناخده منين? بناخده من انصاف العروض. اما المسقط الجانبي اللي هو بيبان في الفريمات باخده من بس ننتجه من الاتنين لقدامي. طيب ايه دي انا انا لازم اسأل لازم سؤالي لازم يعني قبل ما اجي ابتدي في الشغل الرسمي خالص لازم اقرأ سؤالي كويس واشوف ايه اللي مطلوب مني بالزبط. اه شايفين كده هنرى السؤال مع بعض. ده السؤال بتاعي اللي هو مخصص بيه اللي هو الشكل الرسمي التخطيطي. طيب ايه هو بيقول لي ايه? الجدول التالي يوضح عنصاف العروض. مقاسة من خط السنتر لاين. عند خطوط الماء الموضحة وكذلك ارتفاعات مقاسة الارتفاعات ايه? ملبيز لاين اللي هو الخط للقعدة للارينة والكاورتة لمجموعة عدان لجزء من مقدمة وحدة بحرية. ده جزء من مقدمة وحدة بحرية زي ما انا شايف ادام البروفيل اللي ادامي ده او المفتاح. ده المفتاح ده اللي هشتغل عليه بتاع المقدمة. ازاي للمقدمة? ومديني شكل كده لكن انا الشكل الادامي ده يعتبر البروفيل ده المقدمة ان انا هشتغل على البروفيل بتاعي اللي ادامي ده. طيب ويوجد احداثي واحد على بعد خمسمائة ملي متر من خط المنتصف اللي هو السنتر لاين. طب المسافة بين العيدان قدي ايه بقى? دي اهم حاجة كده ركز معي ربعمائة ملي متر. وللرسم بروفيل المقدمة استعن بالرسم المقابل عشان برضو دوت لما جارسها المقدمة هستعين من خلال الرسم اللي هو متواجد معي في السؤال ده. طيب اقصى بقى ارتفاع للمقدمة اللي هو الف وربعمائة ملي متر ومدهان هي الف وربعمائة ده اقصى ارتفاع. على بعد قدي على بعد متين لازم اخد بالي. هم الدين هنا في الجدول كم فريم عندي ركم العودة هو ركم العيدان. مدين عود خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة. عشرة. ده اخر عود. هو بدء من الخلف من ورا كده بدء من زيرو. وانت جاي لحد ايه المقدمة من قدام? بدء لحد الفريم عشرة. طب عشرة بعد دي بقى المتين اللي هما دول. على بعد متين اللي هو اقصى ارتفاع المقدمة على بعد متين ملي. ده يعني هارس ادي كده عشرين سنتي عندي همقاس الرسمة واحد العشرة. من العود عشرة. طيب هنا بص بقى عندي كده. آآ ده مش عشرين ده هيبقى واحد العشرة يبقى عندي دوت آآ ده كده اتنين سنتي. المتين دول هيتقسم على العشرة ده بقى يبقى ايه عندي اتنين سنتي. طب هنا بص معي بقى هنا الجدول اللي ده. جدوة العبارة عن هتلاقي عندي خنات موجود فيها رقم العود. موجود فيها انصاف العروضة هي بتاعت موجود عندي الارتفاعات. هنرسم الارتفاعات دي هنرسم منها المسقط الراسي. وهنرسم المسقط الافقي من انصاف العروض ده. وبعد كده هنرسم المسقط الجانبي. هناخده من هنستنتجه من الكلام ده ونفهمه مع بعضينا من المسقطين اللي احنا هنرسمه. طب هنا بقول لي بقى المطلوب. دي اهم حاجة بقى ركز معي هنا في السؤال. بقول لي ارسم بمقياس واحد لعشرة. كل من التخطيط الرأسي والجانبي والافقي. موضحنا عليه على الجميع ده العدان وخطوط المية والكورتة والاحداثي واحد اللي هو الدهوني ده على بعد خمسمين من خطة ايه المنتصف السنترلاي. طب نبتدي مع بعضينا كده. انا هبتدي ارسم معاك. المفروض انت معاك لوحة رسم. لوحة رسم. لوحة الرسم اللي بتستلمها في الامتحان عشان خاطر اعمل فيها. لكن انا عشان خاطر اوضح لك العملية. وجزقها لك كده عشان تفهم انت. لوحة الرسم انت بتيجي الاول خالص. لوحة الرسم اللي معاك. بتبروزها بتاخد سنتي من جميع الاجناب زي ما انا شايف كده معايا في الصورة كده شايفين بروزتي اللوحة بتاعتي. بس انا شغال على آآ الورق اللي هو دوت عشان خاطر ان انا اوضح لك ايه مسقط مسقط. طيب. ليه تاني بعد كده انا جيت هرسي مسلا مسقط هنا في جنبها هوت عشان خاطر بتاع اللي هو جزء اللي قدامي ده. طب انا بحتاج لي بحتاج الكريفات. اي الكريفات هي يعني المساطر اللي هي بتاعت المنحانيات دي بحتاجها. ده طاقم بتباع في المكتبات. بحتاج عندي ممكن احتاج المسطرة اللي زي كده. فيها انواع زي ما تشتريها. دي برضو اللي بتبتني عشان اجيه بشكل انحانيات مختلفة. بس انا بحبس دي لانها دي ما بتزبطش الشغل قوي زي الكريفات اللي هي قدمة الصلب دي. دي لان قدمة الصلب ديت هتجيب معايا الشغل معايا. يعني انا ممكن مسموح لي ان انا في الامتحان اعمل كده والمدرس ساعدني او بلاش المرائب هو المفروض الطالب سألني يزاعدني على ان انا مش هقدر اجيبني انحانيات كلها عشان كزا نقطة مع بعضية. طيب هتقول لي معايا مصطرة البلاستيك دي اعمل بها انحانيات دي هتكسر منك. لازم يكون معاك المصطرة الصلب دي او طاقم الكريفات يبقى افضل عشان متحتاجش لمساعدة حد مبارا جيب طاقم الكريفات دوت او طاقم الكريفات اللي هو الخشب اللي المدرس بيبقى يعمله لك في المدرسة او بيتبيع. طيب هنبتدي نرسم مع بعضينا. اول حاجة عشان خطر اشتغل مع بعض. بص معايا في الجدول الكويس. ركز معايا. انا ممكن. هل انا ممكن. بص ركز في الرسم كده في الارتفاعات. شوف اكبر ارتفاع عندك ايه هنا. بص عند الارتفاعات. ارتفاعات الاهرينا اكبر ارتفاع عندي تسعمية. طب هنا في الكاورتا اكبر ارتفاع عندي في الف وتلتمية تلتمية وشيء لغاية الف وتلتمية واتسعين. يعني تلاتاشر سنتي وتسعة ميلي. طب هو ده اقصر ارتفاع لا. ده انا عندي ارتفاع تاني موجودة عندي في البروفيل هو الت��ه وتريداني الاربعتاشر. الابع انا ماجيش بقى اروح جاي مسك الورقة على طول الروح جاي وشالت خط قاعدة على طول هنا. واجه بص اجاي احط بعد ما اخطي خط القاعدة هنا. اجيس المسافة دي. قال ايه اتناشر سنتي وانا عايز اربعتاشر سنتي. انا عايز كام? اربعتاشر سنتي اقصى افتفاعي. يعني انا على قل كده عشان ارسم خط القاعدة ده لولبزلاين ده. لازم يكون فيه بين مسافة اخر الورقة من فوق بتاع خمستاشر ستاشر سنتي. يعني فيه بتاع ايه سنتي زيادة او اتنين سنتي زيادة. نيجي نبتدي مع بعض كده. طب الورقة بتاعت انا لو جاء من بعض السنتي كده. قادي فين الاربعتاشر سنتي بتوعي كده. اجي بص الاربعتاشر شوف وصلين فين الاربعتاشر هوم. الاربعتاشر عشان خط الرسم تبقى واضح قادي الاربعتاشر. انا عايز خمستاشر او ستاشر سنتي. انا اعلم كده بقى مصود خط خفيف خالص يدقبك انت اللي تشوف. واجي اروح جاي سحب خط. اللي هو القعدة. بالشكل ده. ده خط مستوي امتلا بالمصدر حرف تي على اللوحة الرسم اللي انت اخدها في المدرسة. يا امتلا ان انا اجي ارخيمه. احطها كده المصدر عيدلة ادامي. واجه اسحب الخط بتاعي. اللي هو خط الايه? البوزلاين. خط البوزلاين. انا سحبته الخط ادامه. هو زي ما انا سحبته. ده اول حاجة عندي. اللي هو اسمه ايه? خط القعدة. ده ايه? خط القعدة. اللي هو من رمز له بالبي ال اللي هو اختصار. طيب. هو اداني حاجة تانية. عندي كام عود انا هنا عندي. بص في الجدول عندي في الجدول. ادعود. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. خمس عيدان الرقم خمسة الرقم عشرة. طب المسافة قال لي بين العيدان قدي لازم ببص عندي كده. قال لي ده. قال لي هنا كده بص لازم في الجدول. تبص عندي كده المسافة بين العود والتاني قدي. المسافة بين العيدان ربعمية. ربعمية ملي يعني واحد العشرة يعني اربعة سنتي. يبقى انا هاخد كده. كل اربعة سنتي. اروح جاي. معايا كده. مسك الالم الرصاص. واجي. اروح جاي. واخد نقطة كده ولتكن سفر كده. اجي اربعة سنتي. ده العود رقم كام? رقم خمسة. اربعة سنتي تاني تمانية. اقسم عندي كده تمانية. بعد الاربعة تمانية اتناشر. بعد الاتناشر واربعة ستاشر. بعد ستاشر في عشرين. طيب. انا عندي كام عود? عندي العود قلتي الخمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. لسه ادي اربعة وعشرين. ادي كام? اربعة وعشرين. اللي هو ايه? رقم عشرة. طيب بص معايا كده. ده قلنا رقم. العود رقم خمسة. نوضحهم احسن. ده عود رقم خمسة. ده عود رقم ستة. ده عود رقم سبعة. ان شاء الله يكون واضح في الرسم. تمانية. تسعة. عشرة. طيب بعد العود رقم عشرة. في ايه هو اداني هنا في الرسمة لو تفتكر معايا هنا مديني كده. اللي هو اقصر ارتفاع. قال لي على بعد ميتين. اللي هي الميتين اللي هو بعد باتنين سنتي. في عندي ارتفاع اللي هو الاقصر ارتفاع للمؤدمة اللي هو الاربعتاشر. يبقى انا لسه في عندي اتنين سنتي تانين. ادي الاتنين سنتي همت. اهو. طيب. اجي بقى عندي. ممكن استخدم المسلسات. عشان خاطر اجيب الخطوط العدلة مسلس. عشان اجيب الخطوط العدلة دي عندي كده. يعني ممكن امشي كده. ممكن احط مصطرة. شايفين كده عندي? اهي. ممكن احط مصطرة زي دي كده. عدلة في الوقت ادوات الرسمة اهي. شايفين رجالة? اهي. سبتتها خط على الخط عدل كده. واجيب المسلس اهو. شايفين كده? اجي على الاول خالص على النقطة رقم اتنين اللي هو طالبها مني. معايا. اسبت المسطرة كويس. عشان امشي عليها المسلس ومتحركش مني. وابتدي ان انا جيه على النقطة ديك. معلش سوان بقى نشوف مصطرة عدلة كده. لان المصطرة دي تحرفها بتحرك شوية. المسلس بخش تحت منه. اهي دي المسطرة اهي. اجي سبت المسلس اهوت. عشان ابتدي ان انا اخد خطوتي اللي هي عندي دي. ادي خط يدي اللي هو عندي ده كده. الخط الاولاني. ودي التاني. دايما نبص المسطرة كويس. اتأكد منها انها عدلة. عشان خطوتي تبقى كلها قائمة. زاوية تسعين. بالضبط عندي كده. اهي. طيب ماشي واسبت ايدي كويس. اجي امشي لغاية النقطة تسعة. او العود تسعة. ده رسم فني يعني رسم هندسي يعني شغل دقة. على مهلنا مفيش مشكلة خالص عشان شغلنا يطلع مزبوط. انا كل شوية بس ايدي بتتحرك او غيره. بابتدي ان انا اي ازبط نفسي هو التاني مش مشكلة. لازم ازبط ايدي كده عشان الخط بتاعي يطلع قائم عدل. وهكذا. ان شاء الله يكون واضح بس في الكاميرا. وهادي العود اللي بعد كده. اشتركوا في القناة ادي عود. وادي عود اخر حاجة اللي هو العود رقم خمس. بزبط نفسي لو بتشايفين كده انا كل شوية ايدي بتتحرك. اهوت بزبط نفسي زاوية قايمة عشان خاطر. ايه كده هوت المسافة بين بعدين تبقى مزبوطة زي ما احنا شايفين كده بالزبط. طيب ايه المطلوب بعد كده بقى? ابتدي ان انا اشتغل من الجدول لارتفاعات بتاعتي. اول حاجة عندي ناخد ارتفاعات الارينة. امسك قلم رصاص. واجه عشان اخد ارتفاعات الارينة. الارينة هير دي دي كده الارتفاعات هي اخد الارينة من هنا. طيب عندي العود خمسة. قالي سفر. يعني العود خمسة ده مفيش عندي فيه ارتفاع. وكزلك العود ستة مفيش فيه ارتفاعات. والعود رقم سبعة مفيش ارتفاعات. اول ارتفاع عندي اللي هو ارتفاع اللي هو بتاع رقم الفورمة رقم تمانية تلاتين يعني تلاتة. ده كده التلاتين كده يعني تلاتة ميلي. تقريبا كده هناخدها تلاتة ميلي لان دي كده هتبقى الواحد عشرة تلاتة ملي يا دوبك اطلع تلاتة ملي في الفورمة تمانية. الفورمة تمانية حتى مش محصلة نص سنتي. تلاتة ملي. اهو ده اول ارتفاع عند اهو. شايفينه? طب فورمة بعد كده الفورمة رقم تسعة. متين وواحد ملي. يعني ادي ايه? يعني هناخدها حوالي دي كده المتين دي هناخدها اتنين سنتي. تقريبا حوالي اتنين سنتي. قد الفورمة واخد نقطة. يبقى دي نقطة. ممكن اعمل عليها دايرة خفيفة عشان اشوفها. وهيت نفس الحكاية كده ياريت تكون واضحة قدامي. طب نيجي عند نقطة عند عشرة تسعمية. عند عشرة رقم كام? تسعمية. تسعمية يعني حوالي اللي هو التسعة اللي هو ايه اديه كده بالزبط كده. اللي هو حوالي تسعة دي ارتفاعها. حوالي تسعة سنتي. نيجي كده وناخد التسعة سنتي بتوعي همت واخد نقطة. اهي. اروح جاي معلم عليها كده. طب انا ده بقى الشكل اللي هو قدامي كده. قدامي كم نقطة. بص كده معي ادي واحدة. ادي اتنين. ادي تلاتة هي. طب هو قال لي اقصر ارتفاع انا بستعين بقى هنا بالمقدمة ده. بص بستعين بالرسمة عند البروفيل بتاع المقدمة ده. مش قال ل 14. بقيس كده من عند النقطة كده اللي هو اللي هو يعتبر ده اللي هو الديهاني النقطة ايه دي جيت كده. نقول مثلا حرف الايه هوت. دي النقطة دي قال لي ارتفاع اقصر ارتفاع اللي ها قد ايه عندي كده. قال لي 1400 يعني 14 سنتي. 14 سنتي اقصر ارتفاعه. مش عارف واضحة في الرسمة هنا. اجيبها لكده. نعيدها من تاني. قلت ديها المسافة عشرة بعدها. زي السؤال بالزبط كده عندي هنا في المقدمة هنا. اقصر ارتفاع عندي اللي هو قديه هنا مدهوني في الورقة هنا 14 اللي هو بعد الاتنين سنتي اللي انا قلت عليها بعد الفريم رقم عشرة. خدنا اتنين سنتي. اجي اخد اربعتاشر سنتي بالشكل ده. واخد ايه نقطة وارسم عليها دايرة خفيفة عشان اشوفها. سأل انها تتمسل حاجاتي. بدا عندي نقطة. عندي اتنين. عندي تلاتة. عندي اربعة. طيب. احنا شايفين البروفيل كده قدام البروفيل ده بستعين به. ده خط عيدل. زي ما احنا شايفين كده خط عيدل. خط ميل كده عيدل. انا جاي كده الميل بتاعي. لو انت تبص معي كده. اهو. شايف كده. خد النقطة دي مع النقطة دي. شايفها خد ازاي? اهي. ده ممكن انا بقى اجيب ده اللي هو اقصر ارتفاع عندي ده. اخد خط خفيف خالص لحقدي تحت. اهو. شايفينه? خفيف خالص يا دوبك انت تشوفه. لكن في انحناء هنا عندي من اول هنا كده لحد هنا. ده هجيبه بايه? ده هجيبه الكرفة من الكرفات دي عندي كده. هجيبه بكرفة بالشكل ده. شايفين ده كده? ده الشكل من النقطة تتقطع معي هي. تزبط النقطة بتاعتي. اهي. كمام? ادي نقطة. ودي التانية هي. ودي هتلغطقي مع ده. اهو. 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 ماشي. اهي شايفينها كده. خلاص. انا بقى عندي شكل مقدمة هوات من الجزئية دي. تمام? ده شكل خط من البروفيل اللي هو موجود قدامي. بصوا رجالة. ادي نقطة. ودي النقطة التانية. ودي النقطة التالتة. ادي النقطة الرابعة اللي هو اكثر ارتفاع اللي هو الارتفاع عشر. يعني الارتفاع بتاعي من هنا. كده. لحد خط القعدة تحت. ده كده. دوت. بالتمام والكمال كده من خط القعدة الهنا. الف وربعمية. الف وكام? وربعمية. الف وربعمية ميل. معي رجالة. طيب ايه بقى اكمل عشان يزهر معي? ازهر معي ده انا خط مش كان مل في سفر. الجدول عندي. كان خمسة وستة ارتفاعاتهم موجودة خمسة وستة وسبعة. كانوا سفر. طيب اهم خمسة وستة وسبعة سفر. يعني جاي ده كده بميل مفيش. فهو الخط كده جاي بميل كده لحد سفر. مفيش عند ارتفاعات. فاني طب انا ما ديني مردين الارتفاع ده اعمل ايه بقى? اسحب الخط بتاعي ده كده. دوت من هنا من عند النقطة صفر لحد النقطة الخمسة كده شايفين كده? اهو. على مفيش خالص مفيش ارتفاعات اهي. مفيش ارتفاعات. هو ده خط الايه? القاعدة من خط القاعدة ده اللي تفعل ارينة. طب كده خلاص خلصنا من نقطة كده. طب نيجي بقى. نشوف بعد كده ان خط عندي في الجدول خط الارتفاع بتاع القاعدة. تعال بقى ان نخش على الارتفاع التاني بتاع الكاورتة. الفورمة خمسة تلاتاشر او الارتفاع عندي تلاتاشر. يعني تلاتاشر ايه? ايه ناخد ايه? اللي هو الف وتلتمائة ده اللي هو تلاتاشر. الفورمة خمسة ايه? ايه? تلاتاشر. ايه ده تلاتاشر. نقطة خفيفة. ده بكون انت اللي شا كنت شايف. طب ايه تاني? عندي ستة تلاتاشر يعني الف تلتمائة وعشرين دي. نقسمه على العشرة. ايه? تلاتاشر سنتي وتنين ملي. يعني الفورمة ستة. تلاتاشر ملي. تلاتاشر سنتي وتنين ملي. بالزبط اهي. تلاتاشر سنتي وتنين ملي. اهي. ايه دي نقطة ايهي. علي الخط في رقم كام? رقم ستة. طب تعال الرقم اسبعة و 4 ملي 13 و 4 ملي 13 و 4 ملي اهي نقطة معاه رجالة طيب بعد كده انا خدت 13 و 4 ملي في نقطة 7 نيجي نقطة 8 13 و 6 في الجدولة اهي 13 و 6 في نقطة 8 اخذ 13 للتلتاشر هي والستة من عشرة اهي. اهي. طيب بعد كده عندي ايه? تسعة? تلتاشر وتمانية. تلتاشر وتمانية. تلتاشر سنتي وتمانية من عشرة. اهي يا رجال. طيب عندي رقم عشرة كان? تلتاشر بص معا كده تلتاشر الف تلتاشر وتسعة من عشرة. تسعة ملي. تلتاشر وتسعة. عمالة زديد ملي ملي واحنا شايفين كده لو تفتكر كده تلتاشر وتسعة. اهي. اللي هو بقى وجيني على النقطة التانية دي لو تفتكرها كانت كام? كانت اربعة تاشر. يعني زي ده برضو واحد ملي. لو بصلها كده بقى معايا الخطوط دي كلها المفروض كلها تقع على خط واحد. من الاول الاخر كده. اللي هو ده الكويرتة عندي دي. تبقى خط واحد. بص معايا. طيب في نقطة ما جاتش مسلا حاجات بسيطة زي دي ما جاتش حاجات بفيها حاجة اسمها تحسين الخطوط على التحسين وتطابق النقط مع بعض عشان خاطر يجب ايه العملية كلها شكل انسيابي. احنا بنشتغل في سفن ولا بد ما يكونش في اي تعرف بكون عمدي شكل انسيابي. يبقى ده شكل بقى المقدمة. ده شكل قلت الكويرتة. ده الكويرتة. معايا. دي الارينة. دي ايه? الارينة. معايا رجالة. طيب. دي الكويرتة اللي هيبرلها على السطح او غير الدك بتاعي دي. الكويرتة بتاعتي ماشي. وده الارينة وده المقدمة بتاعتي. وده ده المسقط الرأسي ده كده. انا وضحها ليه كده. اسمه ده كده المسقط الرأسي. وجبناه من من الارتفاعات. لو عجبك الشرح ياريت تدوس لايك. ياريت تشترك في القناة. ياريت تدعمنا. وان كان عندك اي تعليق. فاكتب تعليقك في تحت كده. ان ايه? احنا هتوصل معك لسه عندك ارسم لك برضو المسقط ايه? الافقي والمسقط الجانبي. ولكن انا اوضحها لك. انت بترسم في روحة رسم كبيرة. لكن انا موضحها لك بس في الاي فور الورق الصغير ده عشان توضح انت تريط الرسم ازاي? ياريت تتفرج على الفيديو من الاول الاخر. ما تقطع لش الفيديو كده. افهم الشرح كويس. هتبقى ممتاز في الرسم. هتيجي في ساعة امتحان الدبلوم مش هتتعب. لان هو معظم الطلبة بتتعب في الامتحان ده. وبتيجي ما بتجيبش يعني دايما تجيب دور تاني. وتقعد سنة واتنين تبيت عشان مادة الرسم الفني. معين مادة الرسم الفني ممتازة. بسيطة جدا. سهلة جدا. انا هشتغل معاكو ده. وبعد كده هشتغل معاكو في الانتراسم الانشائي. وفي التسليس. عشان باطلوا نفهمها مع بعضين. هتخش الامتحان اللي هو مدته اربع ساعات. مش هتحل كل امتحانك ده هتحله في ساعة واحدة ان شاء الله. بس اذا فهمت معايا. بتنساش دعم من دعم القناة. والاشتراك. وتبلغ زميلك. وربنا وفاكم بالنجاح ان شاء الله.